بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس احمد فكر محمود بمركز شمكة معلومات الجامعة اصيوب يريد حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك اتفعالوا زر الجرس اشتركوا في القناة عشان يصلكم منا كل جديد سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله حلول لبعض اسئلة مادة الاكسل send the open spreadsheet using email in excel as an attachment to this email address accept all the other default settings send the open spreadsheet يعني معاك ملف مفتوح حضراتكم لو ده عاوز استخدم الاميل في الاكسل وابعته كattachment للاميل address ده للعنوان ده عافتها قيمة file واختار منها حضراتكم save and send ومن هنا اضغط حضراتكم على send as attachment هزهر لي حضراتكم الصندوق الحواري الخاص من البريد الالكتروني اجي هنا جدام to حضراتكم اكتب العنوان ده لو سمحت اكتبوا الحروف capital capital وال small small واكتبوا الحروف صح لو لط في حرف منهم هيبقى جوابه غلط يبقى جدام to اكتب العنوان ده حضراتكم وبقى كده اضغط على ايه على send وانا save the open real estate xlsx spreadsheet to share point using the exam share point location يعني عايز يحفظ الملف ده اللي هو بتاع الاكسل على share point بتحيس ان انا استخدم الexam share point location يبقى برضه حضراتكم من قائمة file اختار save and send وبقى كده هنا عايز للshare point يبقى من هنا اختار save to share point هيجي هنا حضراتكم في recent location اختار اللوكيشن اللي اسمه ايه الexam share point location باضغط على ايه على exams وبقى كده اضغط save as ديني صندوق حواري منه اضغط على ايه delete row 16 from the current worksheet يعني عاوز يحزف الصف رقم 16 من current worksheet من الworksheet الحالية ورقة العمل ايه الحالية طبعا عن row 16 هم اتحدد حضراتكم ممكن اعمل click ايمن عليه واختار delete وممكن من ايه التوويب home هنا اضغط على زر ايه delete اللي هو فيه التوويب ايه home في الجروب اللي اسمه ايه sell what is the name of the active worksheet يعني ايه حضراتكم ايه اسم الworksheet النشضة طبعا لو دققت النظر هنا حضراتكم هتلاقي الworksheet النشضة اللي اسمه حضراتكم team b طبعا السؤال ده اختياري حضراتكم من الاختيارات اختار منها ايه team b delete زا كله من ايه from the sheet 1 worksheet جل ايه زا كله من ايه العمود ايه حضراتكم من sheet 1 يبقى اتأكد ان انا محدد sheet 1 حضراتكم هنا بكده اظل العمود اللي اسمه ايه بكده اضغط على ايه delete او ممكن اعمل كليك كيمين عليه حضراتكم to average the sales result in sale f4 اسرو f13 يعني انا عايز استخدم الدلة في الخلية f15 في الحدي اللي لازم احدد حضراتكم الخلية اللي اسمها f15 الاول وبعد كده اكتب average من f4 اسرو f13 حدد كده f15 وبعد كده اختار الدلة اسمها average وهكتب بين قصين f4 نقطتين فبعد f13 وبعد كده اضغط enter change the formatting of cell c3 اسرو c12 to be in the march 14 2001 format يعني حضراتكم عايز اغير تنصيق التاريخ في الخلية من c3 الى c12 محددهم وجاهزين هما الى الشكل ده اللي هو ده حضراتكم تلاحظوا ده اسمه long date long date فطبعا اختار هنا من الاضغط عسنام ده حضراتكم هتظهر لقائمة اختار منها long date تشين سيل دي 17 so that the text is rapid in the cell في السيل دي 17 حضراتكم ادي حرف دي هو دي 17 شايفين النص شكله ازاي حضراتكم يعني تحس انه داخل في العمود اللي ايه اللي جانبه في العمود اللي هو ايه وفي العمود ايه ايه اف فانعايز اعمل رابد للتكست في الخلية دي يعني يعني يعمل التفاف للنص يعني ما يخرجش برا هزيه ايه الخلية فاولا انا احدد الخلية اللي هو جل عليها اللي اسمها d17 احددها الاول با كده اضغط على الايكون اسمها راب تكست اللي هي الايكون دي يبا حددت الخلية الاول با كده اضغط على الايه راب تكست يوزنج افورمولا انسل اي 8 كالكوليز زا كوميشن اون زا كلوزنج برايس اوف ميلز شباك الرقم ده يعني عاوز استخدم معادلة في الخلية اي 8 فين اي 8 حضراتكم اي 8 هنا حضراتكم يبا لازم احدد الخلية اي 8 الاول بده احسب الكميشن الف whose maximum price اللي هي وهي الرقم ده closing price اللي هوي 3 nakanny الحضرات الكم الكميشن ده ماذا حضراتكم ثلاثة في المية يبا يجب على حاجة يحدد الخلية اللي اسمها I8 يحدد الخلية اسمها IA见 abilities و فيها حضراتكم اكتب يساوي الخلية دية H8 مضروبة في الخلية الهي دية يبقى في الخلية i8 اكتبه يساوي اكتبه يساوي ج8 مضروبا فيه اتش ثلاثة احد الخلية الاول بقى كده اكتبه يساوي ج8 فيه اتش ثلاثة بقى كده ابقى والهنا ايه move that chart on sheet 1 to sheet 2 not don't use cut and paste action ايه اللحظ حضراتك انا عايز ينجل لتشارت من sheet 1 الى sheet 2 بس بيقولك انا حضراتك ايه ما تستخدمش الامر cut to paste لو استخدمتهم تبقى الاجابة ايه خاضية لحظة حضراتكم هنا التبويبات عندي اخيرة تبويب اسمه view فاللازم عشان اجاوب السؤال ده لازم احدد لتشارت هتلاقي هي ظهر لي تبويب جديد هنا اسمه تشارت ايه tools يبقى حدد لتشارت الاول حضراتكم الاقي حضرات الظهر للتشارت تولز فيه تبويب فيها اسمه design و layout و format من التبويب design حضراتكم اختار الامر move chart هظهر لي صندوق الحوارة ده حضراتكم اه لو اخترت هنا new sheet يبقى يحطها في sheet جديدة لها اقوله object in يعني عايز احطها في sheet 2 افتح القائمة ده حضراتكم واختار منها ايه sheet 2 search for the excel workbook named sales team.xlsx and open it in excel يعني عايز بتجيب لي نافذة windows حضراتك هوا windows عايز يعمل ايه يفتح ملف excel اسمه sales team يبقى جاست حضراتكم من قائمة start هنا هاجي في صندوق البحث واكتب sales team حضراتكم هظهر لي الاسم في القائمة وبا كده اختاره يبقى كده انا ايه فتحت الملف الهجل عليه يبقى انا هكتب اسم حضراتكم في صندوق البحث sales team.xlsx هتلاقي اسم حضراتكم هظهر لي في النتاج هنا اعمل click عليه يبقى كده انا فتحت الملف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته